موسيقى أهلا بكم في لقاء جديد من فضاءات ضيفتي لهذه الحلقة الشاعرة والكاتبة الفلسطينية نوها عمر تابعوا حوارنا مع ضيفتنا لهذه الحلقة ولكن بعد أن نتابع فقرات البرنامج التي نبدأها بجولة في رحاب القصيد موسيقى عطش الفرات عطش الفرات وما عجبت لذاك هل جف دمعك أمس لو تمداك عطش الفرات وما عجبت لذاك هل جف دمعك أمس لو تمداك انظر لركب النازحين بخيمة سلبوا فؤاد الشعر فوق ثراك لا تعتذر كالناي ترقب دمعنا وأنين ذاك الخوف زاد شقاك يا أيها الخابور عد لديارنا يا أيها الخابور عد لديارنا واسكب بعين القدس بحر نداك واسأل بقافلة الرحيل قيولها وارمق بذاك الدرب طيف هواك وعزف لتلك الأم صوت صغيرها واسكب حنين الماء في علياك لا تسأل المكلوم عن أشلائه أنزل بباب الله كل عراك لا تسأل المكلوم عن أشلائه أنزل بباب الله كل عراك بعد هذه الجولة في رحاب القصيد الآن أدعوكم إلى جولة في رحاب الكتاب وفقرة هذا كتابي أسعد الله وأوقاتكم أنا صالح حمدوني كاتب وفوتوغرافي أردني سأتحدث عن كتابي سرديات زر وسط القميص الصادر هنا في عمان عند الفضاءات للنشر والتوزيع وهو كتاب يحوي مجموعة من النصوص السردية هي خلاصة تجربة من الكتابة امتدت لتقريباً عشرين عام النصوص يعني تتنوع ما بين الذاتي الوطني المكان اربد ودمشق وما حولها حالات إنسانية متعددة ومختلفة بظروف مختلفة النشأة في المخيم الحياة بتفاصيلها وأخذها وردها الكتاب كما قلت صدر عام الفين اتنان وعشرين الحمد لله لقى صدى نقدي جيد ومتابعة نقدية جيدة كتب عنه العديد من النقاد أصدقاء وغير الأصدقاء منهم الأستاذ قسيم حمد من جامعة اليارموق وتناوله ضمن دراسات مركز عرار للثقافي والدراسات تناوله الأستاذ هاشم غرايبي الروائي الكبير تناولته الروائية صفاء أبو خضرة تناوله الروائي والشاعر أحمد أبو سليم يعني كان له صدى جيد يعني شجعني على إعادة هذه التجربة بصياغ مختلفة شكرا الخط العربي هذا الفن الجميل أبدع فيه بعض الخطاطين وقدموا لنا نماذج جميلة كانت له مساحة طيبة في حلقة هذا اليوم بسم الله الرحمن الرحيم اليوم بدي أتكلم عن تعليم الخط الطالب لما بيجي عندي مشان يتعلم الخط أولا طبعا بسأله عن تعليمه وعن ثقافته بعدين بعطيه ورقة وبعمله خط أفقي وخط عمودي وقدوا هدولة بتقلل لي إياهم الآن حتى أشوف ثبات يده في الكتابة لأنه إذا ما كانت إيده ثابتة بعتذر منه بقول له يعني شوف أي مهنة أخرى في الخط ولكن اللي إيده ثابتة بابتدئ أعطيه هذه الخط الأفقي والعمودي يكتب لي إياهم على فترات يعني أكم من درس حتى أشوف ثبات إيده تماما ثم نبتدئ بالحروف المفردة من الألف إلى الياء بكتب له إياهم والتلميذ يقلد ما أكتبه ثم بعد فترة معينة وبكون لاحظت إيجادته للكتابة بعطيه حرفين مع بعض وهكذا ثلاث أحروف أربعة أحروف حتى كلمة كاملة ثم سطر من الكتابة نبتدئ مثلا خط الرقعة إلى أن يجيد خط الرقعة وطبعا هذا بيعتمد على تلميذ مدى تقبله واستيعابه للي بقوله واللي بعطيها بعد ذلك طبعا ببنش أعطيه نوع آخر من الخط اللي هو النسخ برضو نبتدي بحرف حرف ثم حرفين إلى نفس الطريقة إلى أن يجيد النسخ ثم ننتقل إلى الديواني أجاد في الديواني طبعا هذا بيأخذ معنا فترة طويلة من الوقت خاصة الخط العربي يعني يلزمه وقت طويل والسعداد وزي ما يقولون المشق الكتابة باستمرار حتى يجيد ثم ننتقل إلى خط الثلث وهو من الخطوط الصعبة نبتدأ نفس الطريقة أحرف ثم أحرفين ثم الكلمات كاملة وأسطر بيبقى عنا فترة كمان طويلة جدا في الثلث حتى يعمل لوحة سطر مثلا ثم ينتقل إلى التركيب بأشكاله طبعا سواء دائرة أو مربح أو سطر أو قلب أشكال عديدة طبعا وبعد ذلك نمطي شهادة أنه أنت أصبحت الآن خطط أهلا بكم مرة أخرى ضيفتي لهذه الحلقة الشاعرة والكاتبة الفلسطينيانها عمر فاسمحوا لي أن أرحب بضيفتي أهلا وسهلا بك أهلا بكم ستنها ضيفة على فضاءات وعلى الرافدين أهلا وسهلا بكم شكرا لهذا اللقاء الذي تمنع أن يكون جميلا أهلا وسهلا أهلا بكم بدأنا أتحدث عن النشأ أنا قرأت عنك دائما تقول أنك نشأتي في بيت يهتم بالعلم والأدب وتعلمتي كما تقولين من الأهل الكثير لا سيما حب القراءة والثقافة والعلم والمعرفة وبالتالي ساقك هذا حب القراءة والثقافة والعلم إلى الكثابة وأنتجت نتاج كثير من الشعر والنثر بدي أن تحملينا إلى تلك الأيام تفتحي حقائب الذاكرة ونتحدث أو تحدثين عن هذا البيت الذي تعلمتي منه الكثير إحنا أولا يعني عائلة عادية جدا من ناحية المستوى خلينا نقول المادي أو الاقتصادي لكن عائلة كبيرة إحنا كنا خمس أخوة وخمس أخوات وليأبوين يعني فلاحين خلينا نقول من محافظة طول كرم من قرية اسمها فرعون وهذه القرية تقع على الخط الأخضر اللي كان يفصل بين أراضي 48 وأراضي 67 يعني أقرب إشي على قرى المثلث اللي هي الطيبة والطير وقلنسوي وجبارة اللي بتسمعوا عن حاجز جبارة حاليا والدي منها ووالدتي من قرية أخرى تعرف بصمودها ونضالها له قرية بلعة فكان عندهم يعني مش متعلمين يعني والدتي مش متعلمة لكنها كانت مثقفة مما تسمع يعني أنا تعلمت منها الكثير من الأشياء ولا أدري كيف حفظتها يعني عن إخوتي عن أهلها عن والدي والدي كان درس لحد صف سادس اللي هو الابتدائية أيام الأتراك ولما انكسرت تركيا على رأيه طبعا ما أدري كم التعليم دولة عثمانية قصدك دولة عثمانية لم تكن تركيا في تجاه الفترة كان تسمع دولة عثمانية المهم يعني في هذه الفترة فكان يعني الوضع المادي لا يسمح والظروف كلها تلخبطت مع أنه كان متفوق والأول على دفعته يعني كما قال إنه اللي معهم فلوس ودوهم أهلهم وكملوا واللي زيه ضلوا فلاح يعني بما معنا فكان هو عنده لأنه هون حرم يكمل فكان عنده طبعا شغف أنه الكل يتعلم في البيت حسب الظروف طبعا يعني الحمد لله أخوي الكبير اللي هو هلأ بأمريكا واحد منهم كان درس في الجامعة الأمريكية في بيروت وكمل في أمريكا وبقى معه دكتوراه في المحاسبة والحاسوب المختص بشركات البترول ويشتغل فترة في السعودية فكان هو يعني مصدر الدخل في هذاك الوقت ويصرف على الكل ويشجع الكل يشترك لنا بالصحف يشترك لنا بالكتب يشترك لنا بالمجلات وتوصلنا على البيت في البريد مثلا زي ومعظم من الأشياء أي إشي يكون متوفر تلاقيهم جابوه واشتروه والباقي نفس الخط الشباب كلهم فأنا دايما وين ما أطلع ألاقي فيه إشي ينقرأ يعني أول ما بلشت أقرأ واكتب ألاقي أشياء فيه أشياء يكنت أقرأها ما عرفش يعني ما فهمهاش كتير نعم لكن مع الوقت طبعا الواحد بصير يفهم قصص للأطفال كانوا يجيبوه لي يعني أشياء تخص الأطفال في هذاك الوقت يعني أنا موليد عفوا يعني الواحد وستين نعم فيعني تعرف الإمكانيات كانت في هذاك الزمن محدودة لا في وسائل تواصل ولا إلى آخره نعم ننتظر البريد من الشهر للشهر لما يوصلنا واللي يقدروا يحصلوا يشتروا أحيانا يشتروا الكتب أحيانا كان فيه تبادل نعم بيننا وبين الأصدقاء مثلا يعطيهم اللي عندي يعطونا اللي عندهم وهكذا فكان جيل بالمجمل يحب الكراءة ويحب الكتاب لأنه ما فيه إشي تاني يشغله خاصة إنه مثلا الكهرباء كانت لسه مش واصل كل القرى نعم فش بدنا نعمل إحنا لا فيه تلفزيون ولا إلى آخره نعم فالكتاب دائما في إيدنا يعني فعلا خير صديق إن كان هو الكتاب نعم يعني كنت معتادة إن أنا ما أنام إلا لما أقرأ ويظل الكتاب في إيدي لحديث لما أغفى يعني هذه المنشورات قلت كانت تجيكم عن طريق البريد آه عن طريق البريد كيف كان يوصلكم لساعة البريد وأنتم في قرية بوصل على المجلس القروي تبع البلد أو فيه إحنا إن عنوان كان في مدينة طول كرم نفسها كان فيه صيدلية أصدقاء لأهلي نعم كان عنواننا كله عليهم توصل إحنا بلدنا يعني بينها وبين المدينة بتروحها ماشي نعم يعني ثلاثة كيلو بس فغالب الأيام من روح ماشي عادي يعني ما فيش مشكلة فكان العنوان في الصيدلية في المدينة معروف صيدلية الشفاء اسمها يعني عشان نشكرهم كتير ناس كانوا حط ما تزال صيدلية لحد الآن آه ما تزال نعم على بناءها القديمة متغيرة أعرفش هلأ إذا غيروا شوي في الدكورات أو شيء لا أذكر آه توصلنا للكتب والرسائل نعم لأنه بتعرف الناس كانوا يتواصلوا بالرسائل فعلا ويوصلنا المصروف يعني يحط الشك مثلا في الرسالة ويلفها ويحطها في المقلة فتوصلنا ويروح أبو ياخذ وسلا يصرفوا من عند الصراف ويعني ونعيش بهذا الضرف ومش الحال الحمد لله آه أخوي هذا الروحي عمر اللي أنا حطت له القصائد كان أكثر واحد برضو يعني هم أخوتي كلهم يمكن ما فيش حدا منهم ما حاولش يكتب شعر نعم وأخوي الكبير هذا اللي في أميركا كامل هذا هاجز كل عربي من فيه داخله شعر أحيانا ينمي وأحيانا يموت أو يختفي أو يتوارى صحيح مع ظروف الحياة يعني كامل أخوي كان عندي دفتر أنا مخبيه له بس للأسف مع السفر ضلوا في البيت هلأ بخط الحبر هذا اللي كان بالريشة نعم فأخر إشي لما جيت بدي أنقضه لقيت حدا ممزع منه ورق والحبر سايحة بعضه فللأسف ما قدرتش يعني كان عنده قصائد عظيمة في واحد منها وكل الكتابات أتلفت في هذا الدفتر آه آه للأسف يعني حالي للحبر يعني سايحة بعض لأنه سائل في عنده كانت قصيدة يعني تعرض الدفتر إلى رتوبة للرتوبة آه آه لأنه البيت قديم نعم وكنا مسافرين كلنا برا وضلوا هو في المكتبة فتعرضت للرتوبة جميل أنه أنتو يعني تعيشون في قرية بيت فلاحي لكن هناك هاجس العلم والمعرفة والقراءة والطلاع آه الحمد لله حتى صاروا قدوة يعني عدم نعم قدوة يعني هذا أخوي صار قدوة للبلد كلها أنه هو إنسان عصامي بنى حاله بنى أهله وساعدهم وكثير شباب من القرية يتبعونه كامل الأكبر نعم بعدين لما تخرج روحي حمل المهمات مسؤولية نعم عنه جميل أنت ذاكتوبين الشعر العربي الموزون عمودا وتفعيلة ولديك رصيد كبير من الدواوين ومنها يطير مع الدعاء ونصف الهواء وكل الورق ولأنك لا تحدق في الفراغ وفروض الهمس والضوء وهناك كما علمت وجع الحروف وأمنية مخطوطات يعني صدر وجع الحروف وأمنية كله عمودي برضو نعم لم أطلع عليها مع الأسف لما أحصل على نسخة إن شاء الله وهناك مخطوطات أيضا نعم طيب يعني من يطفر بالقصيد الموزون لماذا يجنح إلى يعني كتابة النثر والخاطرة هي معكوسة يعني أنا بدأت أكتب يعني أنا حبي للعربي وللغة العربية من الصغر مع المدرسة والمعلمات شزاه الله خيرا دوما كنت محظوظة بمعلمات لغة عربية ممتازات جدا وحريصات فأنا بكتب على فكرة من معلومات المدرسة يعني أنا ما درست لغة عربية ولا رحت أي إشي فكنت أنا يعني مميزة عندهم في النصوص والتعبير وحفظ الشعر وإلى آخرية بهذه الفترة فكنت أنا كتابتي نثر بالبداية أو زي هيك خواطر أي فكرة تخطر عبالي يعني أكتبها وإلى آخرية هلأ لما صار في عالم الفضاء وأنا في ضد شوية رجعت أحاول أكتب صار في تحدي من الشعراء يعني لما نقعد وإشي إنه اللي بكتب نثر مش شاعر واللي ما بكتبش عمودي كذا إلى آخر فأقلتي طويلة أنا لازم أتعلم ما فيش إشي يعيقني يعني ذهنيا الحمد لله فبلشت أتعلم العروض لحالي جبت كتاب الجامعة اللي بدرسوه وجبت أكم من كتاب يعني مبسط أنت درسي في الجامعة الأردنية لكن لم تدرسي التخصص العرابي لا أنا درست إدارة أعمال واقتصاد في الجامعة الأردنية وكان في صديق إلنا شاعر جعلنا على البيت أنا يعني طلب منه أعطاني حصتين عن العروض أنه أفهم كيف شو تفعلي كيف بنقطع البيت كيف إلى آخري حصتين كويسات يعني مطولات نعم وبعدين جبت الكتب وصرت لحالي لحد لما تعلمت يعني مش أنه أنا صرت عالمة عروض أو بفهم في كل إشي لا طبعا بس أنه بالقدر اللي يتيح لي أني أكتب بلا أخطاء تقريبا أو بأخطاء قليل جدا 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 ولما بكتب قصيدة وبتشكك أنه فيها أخطاء أكيد بشاور حدا يعني يعني بعرفك مثلا ببعث لك آشو رأيك فيه غلط إلى آخر أو بجمعهم لمدقك لغة وهكذا بدأتي بالخاطرة بدأتي بالنصوص النثرية ثم انتقلت إلى كتابة الشعر الموزون العمود والتفعيلة يعني هي حالة تحدي صارت أيوة نعم بينك وبين بجمعه ونفسي بيني وبين نفسي أنه أنا مش أقل منهم يعني على الأقل عندي فكر عندي رسالة بدي أقولها وممكن أقولها بأي طريقة يعني ديوان يطير مع الدعاء أظن أن هذا الديوان له نكهة خاصة لسببين سبب الأول أنه هو ديوان مشترك بينك وبين أخيك روحي الذي كتب الشعر من سن يافع مبكرة ولكن لأسف حسن ما عرفت أنه لم يتواصل لم يستمر وأنه طبع في غزة نعم صحيح فنتحدث عن هذا الديوان كيف نشأ وكيف أنك استطعت أن تجمعي قصائد روحي يعني الديوان عبارة عن جزئين جزء الأول قصائد روحي والجزء الثاني قصائد لكي كيف كانت هذه الفكرة؟ أنا كان عندي هو كان ململم قصصات الجرايد نعم الصحف اللي هو كان عايش في الأردن زي ما قلتلك بعد النكسة يعني إيجي هون كان مخلص بس صف تاسع من الضفة هاجر نعم لما صار الاحتلال وعاش لحاله بالأردن في غرفة مع من عاش يعني لوحده والله صف التاسع لسه فتيا شوف زمان نعم الشب كان يبقى رجل وهو صغير يعني في التاسع يعني كان منه تاسع عنا كان فتا وإيجا على عشر على صف العاشر صف العاشر أو أكمل للتوجيه وأخذ الأول على المملكة على الضفتين يعني شوف أده شو كان كبير بالعقل باعتبار كانت الضفتين الغربية والشرقيها تحت السلطة الأردنية بعد الثمانية وأربعين الضف اللي سموها وميسموها أطلقوا عليها يعني اسم الضفة الغربية باعتبار لنهر الأردن نعم كانت تحت الوصايا الأردنية أو تابعين إحنا للأردن كنا نعم وغزة والقطاع كانت تابعة لمصر معروف آه فعملت له حالة كتير صعبة النكسة وأنه حرم من الأم والأب والعيلة وعايش لحاله في غرفة وبدو يدرس وبدو يكون هو انتقل بعد النكسة إلى عمان لما صارت النكسة ودخلوا الاحتلال علينا لا يدرس يتحمل هو أخه اللي أكبر منه طلعوا نعم وهدولاكا اللي قبل كانوا طالعين مسبقاً ضل واحد من إخوتي اللي هو البروفيسور حاتم عمر معانا في البلد نعم فكان ململم كان ينشرهم في الصحف كان أيامها في صحف بتعرف حالة وطنية وكذا وكذا في الأردن وينما كان كان ينشر في بعض الصحف الأردنية مثل الدفاع ومعوذن والحرية ومش عارفه هو كاتب عنهم بعاتلي أول إشي كصاصات الصحف نعم فقلت له كتير غلبي علي يعني مش كل واضح عندي عندك إشي فهو شوف قداش حريص يعني فاجأني إنه محتفظ فيهم كاين نعم فنقحهم وطلعهم يعني أو هو يمكن لأنه هو كاتبهم بعرف أكتر يطلعهم وطبعهم وردوا بعطلية 11 قصيدة اللي قدر ينقذهم مما كان كاتبه في ذاك الوقت نعم ومسميهم هو تحت طلال حزيران وأنا تكريم إله كم قصيدة له 11 11 قصيدة لأنه يعني هو تعب علينا وأنا علمني هو صديق طيب لماذا لم لم تصدري ديوانا مستقلا له لهذه القصائد اللي موجودة لحالهم حسيت أنهم مش رح يكفوا يعني 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 حيكون كتير صغير نعم فحطيتهم يعني لو حتى لو شلتهم ديواني أنا ما بتأثر يعني لأنه حجم كبير يطيروا مع الدعاء لأنك لا تحدقوا في الفراغ ونصف الهواء يقارب المئتي صفحة كل منها نعم أو 190 وفوق يعني ممكن أعمل كل واحد منهم اتنين يعني أنت وزعت القصاعد على أكثر حتى لو شلتهم قصائده أنا بقدر أعمل ديوان لحالي في بعض الناس اتهموني أني أنا لأنني مش عارف أكمل ديوان لا لا هو ليس هذا المنطلق نطير أنا اقترام لأخي يعني وتكريم إله نعم انبسط كتير أنا حطتهم في كتاب جميل طيب يعني أنا طلعت على قصائد روحي قصائد ناطجة ومكتملة وجميلة يعني لماذا لم يستمر على كتابة كتابة الشهر هو بالظروف يمكن كلها أقصى من بعضها لأنه كنا إحنا عيني كما ذكرت كبيرة نعم والحمل كان على الأخلق الأكبر حتى لما طلعت له المنحة اختار بلغاريا لأنه ما بتكلف أخوه مصروفي كتير في هذاك الوقت معذرة تنسونكم من بعد الفاصل معذرة معذرة فاصل قصير ثم نعود فابقوا معنا أهلا بكم من جديد في فضاءات جديدة ضيفتي لهذه الحلقة الشاعرة والكاتبة الفلسطينية نهى عمر أهلا وسهلا بك مرة أخرى نهى كنت تحدثي عن قصائد روحي روحي نعم قلت سافر سافر إلى بلغاريا سافر يدرس طبعا هو بدي يدرس طب لأنه خلص حلم عنده أنه يكون طبيب خاصة أنه والدتي توفت في عمر مبكر رحمة الله الله يخليك يعني دراسة الطب صعبة طبعا وبتاخذ وقت خاصة اللي بدي يكون متميز ومتفوق وهو متعود أنه دائما يكون متفوق في كل المواد يعني إذا بتشوف علاماته كلها علامات كاملة ولا مرة بتجيب علامة أقل وكان حتى كان مرات يكتب مسرحيات صغيرة ويخرجها هو ويمثلها هو في البلد عندنا اللغة أول شي صار يدرس بالبلغاري وبعدين لما خلص راح الأمريكا وبالإنجليزي وهما من الحياة بتعرف أبعدته لكنه ظلوا مهتم يعني يقرأ ولحديث الآن لغته العربية ما شاء الله عليه يعني مش ناسي ولا إشي حتى بقول لي إذا بدك أنا بدكك لك بس أنا بقول ما بدي أغلبه يعني في هذه الأمور نعم فرح يعني أبعد أبعد نعم أبعد عن الموضوع وهذا اللي خليه ما يكملش يعني بعد ما استقر الآن وما شاء الله عليه بروفوسور كما قلت الآن هو يعني وضعه الاقتصادي وضعه المهني مستقر مستقر الموهبة لا تموت يعني لا أبدا تبقى ربما يعني هي شجرة ربما تذوي الأوراق لكن تبقى الجذور لماذا لم يعود الآن مش عارف يمكن هموم الحياة مسؤولياته بالبيت أولاده اهتمامه فيهم وجوده بأمريكا لا أعرف والله يعني قصائد اللي طلعت عليها قصائد نعم تؤكد أنه عنده موهبة تبقى قلت له والله أنا قلت له هلأ الوقت متاحي يعني أنت بتقدر ترجع حتى لو ما حبت تكتب عمودي نعم بتقدر تكتب نثر قال لي أنا شو ناسي إشي أنا متذكر كل شي نعم بس أنه يعني يجين الوقت اللعب جميع هذا الدوان يطير مع الدعاء يعني حظي بدراسة نقدية قام بها الأديب المصري ناصر رمضان وتمت طباعتها دراسة ضمن دراسات أخرى في كتاب بعنوان على هامش الأدب بدي أن يعني نطلع من خلالك على يعني هذه الدراسة النقدية التي قام بها مناصر رمضان ماذا قال عن عن ديوانك والله هو أنا مش يعني لا أذكر كل ما كتبه لكن هو حاول يعني يغوص في بعض القصائد ويحللها ويشرحها من حيث مثلا الصور اللي فيها من حيث الفكرة نعم في أشياء يمكن أنا كنت كتبتها تلقائيا وما انتبهت لها شو أشار إليها الحس الوطني في العديد نعم رنت الحزن في الغربة نعم يعني كل ما ما يمكن أن يقال عن اللغة عن طريقة الكتابة الأسلوب حكى عنه بشكل جيد يعني مشكورا نعم لكن لا أذكر الحقيقة التفاصيل يعني لكن هو أشاد بالعديد من الخصائد الموجودة كانت قراءة نقدية من ضمن مجموعة قراءات الكتاب كان فيه أظن ثلاثة أظن ثلاث كراءات يعني إلي ولا كمان أظن أخرتين تين نعم أيضا من فلسطين لا لا هو عنده هو بيحب هيك يعمل كتب نعم الشعر ناصر رمضان يعني فباخد مثلا زي هك ديوان بحلله وبدرسه وأظن إنه مشارك في مطبع أو صحبه هو ومطبع دار بسكرة نعم وبتبع عندهم دايما فجمع هين في كتاب عشان يصيروا كتاب بسكرة في الجزائر في مصر في مصر نعم نعم وجمعهم في كتاب وحطهم في كتاب عمل مجموعة مثلا كتاب ومضات لأكثر من حدا نعم يعني أنا مشارك فيه بثلاث ومضات زي ما هو طلب مثلا كيف تطلع على تجربتك يعني من خلال تواصل معه أم تطلع من خلال مشورات أنا بعرفه شخصيا نعم لما بروح على مصر يعني منحضر لبعض أمسيات يعني حضرت نشاطات في مصر دائما أنا بتابع عائلة أصدقاء كثير وبدعوني لما يعرفوا أني أنا هناك يعني موجودة إما بروح حضور وإما بشارك حسب الندوة أو شو هي أو يعني من العاملينها طيب هذه الدراسة النقدية الوحيدة التي تناولت تجربتك أم هناك دراسات نقدية أخرى هو أنا بقولك كتبي للأسف يعني كانت دائما تطلع في ظروف شوي صحبة ما ألاقي وقت أو ظرف مناسب أني أحتفي بيها أو أعملها إشهار أو إلى آخر يعني فروض الهمسي والضبط يعني ظروف الحرب وظروف الاحتلال ظروف في فلسطين ظروف الوطن وظروفي أنا الخاصة كمان مرات أو ظروفهم هم دور النشر مثلا هذا يطيره مع الدعاء أنا رسلت المقطوطة أو الملف لدار الوسيم من خلال شعر الأستاذ علاء نعيم الغول نعم وهو شعر مختلف يعني جدا فلسطيني فلسطيني غزاوي شاعر يعني أنا شو ما أقول عنه اللي فيه حقه يعني إذا بتكتب اسمه بتشوف خلال الحرب عمل فوق الخمسمائة صفحة هادة حرب الأخيرة هاي نعم وتحت الحصار والقصف والحمد لله أنه لسه طيب يعني وما يزال هناك ما يزال هناك محاصر طبعا يعني كل وين وين نتطمن أنه الحمد لله بس يكتب إشي أنه طيب ماذا كتب عن الحرب كتب مجموعة يعني هواجس وخواتره شغلات تختلف عن اللي بكتبوه الشعراء هو اعتمد شكل القصيدة اللي حبها هو اللي هي التفعيلة المدورة نعم إنه هو عبارة عن نص زي النثر بس كله على تفعيله وحده طبعا يستخدم البحر الكامل وبحر الوافر أكتر إشي لهذا النوع من القصائد هي عادة في البحور في القصاد التفعيلة يعني يجنح الشعر إلى البحور الصافية التي تفعيلها واحدة وتتكرر نعم وكتب مجموعة اسمها مزامير الطير والمعجزة نعم حوالي خمسمائة صفحة فهلأ إن شاء الله ببنا نحاول نبعتها لحده يتبع له يعني ولحده لم يطبعها لا ما طبعها هاي هاي هلأ يعني رح أعطيك صفحته وتشوف كيف يعني بنشر عليها جميل يعني نتمنى أنه ظروف تسمح بأن يعني ممكن أنه نسلط الضوء على تجربته وبيعتباره وتحت الآن في ساحة حر ديواني هذا كمان والله يجب أنه في غزة على هذا العدوان الهمجي الذي تقوده الأصاب الصهيونية ديواني كمان هذا سألتني فروض الهمسي والضوء عملوا لإشهر في دار النشر نفسها لمؤسسة الحسيني في مصر يعني عملوا دراسة نقضية الشعر عبدالله المغازي مصري برضو بس والله ما طبعتها يعني ما طبعتها في كتاب لكن هو نشرها على صفحته أنا نشرتها على صفحتي أنت وصدين الدراسة النقدية الدراسة النقدية هو لم يطبحها؟ في كتاب لا يعني ما بتيجي كتاب تعرف يعني هذا ديواني صغير قدمها في أمسية آه حكى في أمسية كل الأشياء اللي كان يعني يعني قمتم بحفل إشهر للكتاب في القاهرة؟ في المؤسسة نفسها نعم يعني لما طبعوا عملوا لحفل إشهر للكتاب بحضورك كان الحفل إشهر؟ بحضورك آه كنت هناك أنا أنا السنة الماضية لأني أعدت ست أشهر في مصر نعم فطبعت فرود الهم سوى الضوء وطبعت ما تيسر من أرقعن دار يسطرون نعم الشاعر عماد سالم صاحبها دار يسطرون أيضا في القاهرة في القاهرة نعم فعملوا لي هنا وأجا ناقد الناقد بقول لك وشاعر هو شاعر هايكو هو أكتر يعني بس بلش يميل للناقد يعني حتى هذه اللحظة لم ننتهي من إشكال النص النثري انتقلوا جماعي للهايكو جابونا جنس أدبي جديد جنس أدبي جديد وصدعوا رؤوسنا به هو شف أي نص أدبي وهو أسلوب ياباني أنا عارفة أنا أسلوبنا ولا نتراثنا ولا نفكرنا لكن حلو أنك تتعرب وأنك تتوصل فكرك لغيرك ونشوف الشعوب الأخرى ماذا تكتب ماذا تقرأ لكن لا أن نتبنى نحن هل هما تبنوا القصيدة العمودية هل سمعت بلاد أخرى تبنت القصيدة العمودية يعني عربوها خلينا نقول بطريقة الشعوب القديمة كانت أيضا تكتب القصيدة العمودية أو لقاع الموسيقي المشابه للقصيدة العمودية العربية لكن من سنين طويلة ومن عقود طويلة وأنه غادروا هذا النمط من الموسيقى الشعرية العرب فقط هي الأمة التي بقيت ملتزمة بهذا الإقاء الموسيقي وهذا النظام لكتابة الشعر لم نسمع في شعوب أخرى تطلع على تجاربنا وتكتب القصيدة العمودية لماذا نحن نتبنى هذا تبنى هذا الأسلوب ونفرضه على مجتمعاتنا ما أعرف أنه هي نحن لا نفرضه الكاتب لا يفرضه كل واحد له ضوكه لا الآن يكتبون يمكن لأنه اللغة العربية من أهم اللغات أو ساعة تتسع لكل أشكال الأشياء يكتبون ما يسمى النص الهيكو يتبنى ويقدموا ويصبر كتاب قصائد الهيكو ويحاولوا بعض النقات أنه يغرونه ويغون بهذا الفتح الجديد وينسون أن القصيدة العربية لا يمكن أن نرقلها لا يمكن أن تنتسها لا يمكن أن تنتسها يعني أنا من عشاك الشعر العمودي نحن نقصد الرقي قوة الموسيقى فيها على العموم شاركت في العديد من الندوات والأمسيات الشعرية وثقافية في غالبية مدن وبلدات فلسطين وفي مهرجانات ثقافية ووطنية يجب أن نطلع على طبيعة الفعاليات ونشاطات ثقافية والحراك الأدبي في الوطن المحتل في ظروف الاحتلال يعني نحن نتحدث عن الضفة أنا المشاركات بحكي في فلسطين في الضفة يمكن مرة واحدة رحنا على أحدى مدن الداخل نعم يعني ما صدقنا عرفنا نروح لأنه ممنوع بدك تصريح نعم فيعني مرأونا من طريق الداخل كيف توصل الداخل؟ يعني الأراضي المحتلة عام 48 آه مرة واحدة يمكن رحت حضارة مهرجاني هناك نعم إذا هلأ تابع لحيفة أو للمين يعني هذا التقسيمات الاحتلال ما بعرف كيف صفت في الضفة معظم النشاطات كانت أو بالنسبة لي الحقيقة جهود شخصية من مجموعات من الأدباء أو المطقفين أو المهتمين نعم فكنا مثلا إحنا في رام الله عاملين مجموعة نلتقي كل شهر مرة في مكان ما يستضيفنا نلاقي قاعة أو جمعية أو مؤسسة نعم ونلتم مجموعة من الشعراء والكتاب واللي بفهموا فينا نعم على شكل صالون أدبي مثلا؟ آه زي شكل صالون أدبي ونقعد ونقرأ شعر قدام بعض ونعلق عليه وهكذا في ناس كان هما مثلا عندهم مؤسسات يدعونها زي بيت المقدس زي ديوان في نابلس مثلا صالون الأستاذي أفنان دروزي دكتورة في جامعة النجاح مهتمة بالأدب نروح إلى نابلس كان زمان فيه كمان سماح عبدالهادي عامل صالون برضو نعم بعرفش شمالها اختفتها لفترة يعني معظمها جهود شخصية نعم خاصة اللي احنا كنا نروح إلىها وكانت الحركة أسهل طبعا هلأ من طيب هذه في نطاق ضيق يعني هي عبارة عن صالونات أدبي من وقت كورونا ما فيه المشهد الأوسع المشهد الأوسع اللي هو تتبنى وزارة الثقافية نعم أو اتحاد الكتاب وهؤلاء يعني لهم عالمهم ولهم ناسهم وليهم الناس اللي هما بدعوهم وأنتم خارج هذا العالم والله لا أدري أنا عضو اتحاد كتاب فلسطيني يعني صلي سنتين بعد ما طبعت ورقي يعني الصح اللي أني أكون في هذا لكن هما للأسف إحنا عنا اللي بقعد في مكان بصير إله طيب هناك نشاطات كثيرة يقوم بها الاتحاد ووزارة الثقافة ووزارة الثقافة آه إلها نشاطات والاتحاد إله نشاطاته بيطبع وكتب سي ما شفت يعني لبعض قصيدة عين على الشام وأخرى على بغداد في ديوانكي لأنك لا تحدق في الفراغ رغم أن العنوان اختصر على الشام والعراق لكنك مررت بالقصيدة على كل المدن العربية الجريحة هل هذا يعني لأن جرح الشام والعراق هو الأعمق أكيد طبعا يعني هدول دبحون يعني مش وهي هاي عفكرة كانت مكتوبة زمان يعني ب يعني أنا قرأت بالقصيدة بنص نثري كانت مكتوبة اليمن وحضور مصر وحضور ليبيا وتقريب من كل المدن الجريحة يعني أول ما كتبتها كان لسه العراق والشام نعم وكانت مكتوبة شوي نص نثري نعم وأنا مش مقتنعة فيه لسه في بالي هيك إنه ناقصة نعم بعدين لما جيت أعملها تفعيلة ورتبها يعني وصارت ظروف وتأخر صدوره وفي بعض القصائد الأحدث يعني لكن معظم اللي فيه هو ويطيره بعد دعم من الأقدم نعم فكملت يعني لقيت أنه ما ضلش بلد مش جريح تقريبا نعم فكملت لكن طبعا الشام والعراق لأنهم أمم الدول الأكبر هم الأساس هم سندنا هم ظهرنا هم يعني لذلك القوة المالقة عمدت على كسر هذا السند على كسرها يعني نعم اللي صار في العراق وبدأت بالغراق يعني لحد يتلق الناس مش قادرة تستوعبوا وبعضيها لحقة الشام وكل ما يجري الآن هو إفرازات لما بعد احتلال العراق أكيد طبعا طبعا شكرا لك يا شاعر والكاتب الفلسطيني نهار على هذا الحوار شكرا لكم شكرا لكم على هذه الاصطدافة الجميلة وعلى هذا اللقاء الأجمل والوجوه الجميلة والقلوب النبي شكرا لك شكرا لك شكرا لك شكرا لكم عزيز المشاهدين أشكر لكم حسن المتابعة حتى ألتقيكم في فضاءات أخرى أستودعكم الله والسلام عليكم